في ظل التوترات الكبيرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي أعلن الحلف عن مناورات عسكرية هي الأكبر له منذ الحرب الباردة وأشار حلف النيتو إلى مشاركة 45 ألف عسكري في المناورات وفي مزيد من التصعيد الأمريكي داموسكو قالت مبعوثة الولايات المتحدة إلى النيتو إنه ينبغي على روسيا أن توقف تطوير صواريخ جديدة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية لأن واشنطن ستدمر أي نظام إذا تم تشغيله موسكو ردت قائلة إن من أدل بالتصريحات لا يدرك خطورة ما تضمنته من لهجة عدوانية تتصاعد لغة تهديد حلف شمال الأطلسي ضد روسيا تهديد تقوده واشنطن على لسان المندبة الأمريكية لدى الحلف تهديد اختصرته باستعداد بلادها لضرب روسيا عسكريا في حال لم تتخلى عن تطوير الصواريخ المجنحة متوسطة المدى المحظورة المندبة لوحت بأن بلادها ستدمر البرنامج الروسي لتصنيع هذه الصواريخ قبل أن يتم تشغيله أمين عام حلف النيتو انضم إلى لغة التصعيد لدى روسيا عبر اتهامها بخرق معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الأمين العام أشار كذلك إلى أن روسيا لا تحترم التزاماتها الدولية كونها لم تقدم المعلومات الضرورية عن منظومة صواريخها الجديدة الخارجية الروسية بدورها اعتبرت تصريحات النيتو عدوانية قائلة إن من أدلها لا يدرك خطورة تصريحاته تصريحات تزامنت مع إعلان الحلف إطلاقه أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة سيكون قوامها 45 ألف عسكري مناورات جاءت ردا على مخاطر تهدد أمن النيتو بعد نشر روسيا لصواريخ بعيدة المدى في شبه جزيرة القرم وتدخلها في شرق أوكرانيا وفي العام الماضي أدنت واشنطن ما قالت إنه تهديد روسي لحلف شمال الأطلسي بعد اتهامها موسكو بنشر منظومة صواريخ كروز على أراضيها وهو تصعيد زادت من حدته استعراض الرئيس الروسي خلال خطابه قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام لما سمه الصاروخ الذي لا يقهر مبينا أنه صاروخ يصعب اعتراضه وقادر على حمل مواد نووية غير أن موسكو نفت دخولها في سباق تسلح مع واشنطن قائلة إن برامجها الصاروخية ضرورية للحفاظ على توازن القوة وتأمين حدودها مع أوروبا وأمنها القومي خصوصا بعد نية واشنطن بناء درع صاروخي في بولندا وتحضر معاهدة القوة النووية متوسطة المدى المبرمة عام سبعة وثمانين صواريخ كروز الأرضية التي يتراوح مداها بين خمسمائة إلى خمسة ألاف كيلو متر ومعنا من موسكو مديرة مركز أسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا أهلا بك سيدتي ومن واشنطن الخبير في الشؤون الأوروبية في مركز مارغري تاتشر للحرية دانيال كوتشيس أهلا بك سيد دانيال أبدأ معك سيدة سوبونينا مناورات هي الأضخم منذ الحرب الباردة على مقربة من الحدود الروسية اليوم هذا الرد الروسي بأن هذه المواقف الاستفزازية هي الأخطر وأشبه بإعلان حرب هل هي فقط خطاب أو ربما تراشق بالخطاب الديبلوماسي أو عبر النيتو ومن ثم عبر الكريملين أم فعلا هذه المناورات اليوم تقلق موسكو؟ هذه المناورات تقلق موسكو وهذا واضح جدا وروسيا قلق بسبب هذه اللهجة التصعيدية التي نسمعها من قبل دول الغرب وقبل كل شيء من قبل واشنغتون ولكن هل هناك خطورة حقيقية لنشوء الحرب ما بين روسيا أو حلف الناتو؟ أنا أشك في ذلك لحتى الآن هذا القلق هو الحمد لله يبقى في إطار الخطاب الديبلوماسي رغم أنه التصعيدي ولكن مثل هذه الظروف وبوجود هذه التناقضات الحادة ما بين موسكو وواشنغتون الأمور ممكن أن تتطور فيما بعد بشكل أخطر مما هو الآن وهذه التصريحات وهذه المناورات وخير دليل لإمكانية حدوث أشياء أخطر من هكذا سيد دانيل ما تفضلت به السيدة إلينا بأن المخاوف الروسية تأتي نتيجة تصريحات استفزازية ومواقف تصعيدية ما هو الأخطر الذي حذرت منه الآن السيدة إلينا ويقلق فعلا موسكو بكل تأكيد لا أعتقد بأنه ينبغي أن يكون هناك مخاوف من هذه المناورات المشتركة بكل تأكيد نعم الأمين العام للنيتو ستولتنبرغ كما قال اليوم فإن كل أعضاء الأعضاء حتى في منظمة التعاون مثل روسيا يمكن أن يحضروا هذه طبعا المناورات مفتوحة وروسيا نعم قامت بمنورات حتى تقوم بمنورات عسكرية حقيقية مثلا حينما ضمت القرم إليها ولكننا لا نرى شيء ذاته ينطبق على هذه المناورات للنيتو نعم مثلا هناك أسباب تؤدي إلى قلق النرويج مثلا حيث كان هناك حديثتان وكانت هناك طائرتان روسيتان اخترقت الأجواء النرويجية في مايي 2017 كان هناك أيضا قذيفة للقنابل استهدفت سفنا كانت تناور هناك وهي تابعة للنيتو بالقرب من النرويج وكانت على مباعدة فقط 9 أميال من الحدود البحرية النرويجية كان ذلك في 2017 كما أنه كان هناك تشويش على الرادارات وأثر على السفن التجارية إذن هذا لا يدخل في النزاع بين روسيا والنيتو نعم سنال روسيا ربما ستحاول أن تتخذ موقفا دفاعيا ربما ستدعو إلى أن يكون هناك تحرك من نوع ما لكن هذه المنورات هي منورات دفاعية وطبيعية وطبعا هذه العمليات ليست كبيرة جدا ليست مثل العمليات التي قامت بها روسيا مع الصين ومونغوليا والتي ذكرت بأن كان هناك حوالي 60 ألف أو 70 ألف شخص قد شاركوا فيها وهي أكبر بالتأكيد من هذه المنورات النيتو لا أعتقد بأن هناك ما يقلق من هذه المنورات والمراقبون الروس يمكن أن يأتوا ويشاهدوا ويراقبوا هذه المنورات ولكن سيدة إلينا اليوم بعد إعلان الممثلة المندوبة الأمريكية لدى حلف النيتو بأنها واشنطن ستقدم على تدمير أي صواريخ هناك خطر أيضا أو إخلال أو تعارض مع معاهد القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي وقعت عليها موسكو جرى نشر الصواريخ في الناروج جرى أيضا نشر أكثر أربعمائة صاروخ عند الحدود الأوروبية المشتركة مع روسيا لتعطيل أنظمة الدفاع الروسية في أي معركة محسنة ردا على هذه التصريحات الغريبة والعجيبة لسيدة خاتشتسون الممثلة الأمريكية لدى حلف ناتو روسيا اليوم أشارت أكثر من مرة بأنها لم تنتهك أي معاهدات مع أمريكا أو معاهدات دولية حول الأسلحة وحول الأسلحة استراتيجية فروسيا تبقى في إطار هذه المعاهدات أنا برأي أن المشكلة ليست هنا المشكلة تكمن في أجواء عامة حول روسيا وعلاقاتها بدول الغرب فهذه الأجواء هي غير سليمة الآن والمشكلة بوجهة نظر نحن من موسكو المشكلة هي في موقف أمريكا تجاه روسيا العدواني فتصريحات مسؤولين أمريكيين اليوم هي خطيرة جدا وغير مسؤولة كلام سيدة حاتشنسون وغريب للدرجة أنه سابقا من الصعب كان نتصور أنه أي مسؤول وهو يفهم مسؤولية منصبه ومواقفه أي مسؤول ممكن يتفضل بهذا الشيء فأعتقد أن سيدة حاتشنسون نفسها لم تفهم ماذا قالت ولماذا هذا الكلام خطير جدا ولكن الحديث حول أسلحة استراتيجية والحديث كان حول إمكانية ضربات صروقية أو حتى نووية على روسيا مثل هذا الكلام مع روسيا غير مقبول أيضا سيد دانيل هذا الموقف ردع روسيا اليوم يلقى استغراب من قبل موسكو هي التي تؤكد أنها لم تخرق أي من هذه الاتفاقيات وإن حصل ذلك في القرم وإن حصل أيضا ذلك في المواجهات في أوكرانيا قبل سنوات قليلة ولكن بعد هذه المناورات ما قد تقدم عليه روسيا من إرسال أسلحة إلى دول المتوسط بدأت في سوريا هناك أيضا معاهدات تم توقيعها مع تركيا هذا سيقلق بشكل أكبر دول التحالف تحديدا الدول التركي داخل التحالف لاحقا بعد هذا الاشتباك المباشر مع واشنطن أعتقد أن هنا لدينا قضيتين أولا معاهدة 1987 طبعا انتهاكات روسيا تعود إلى 2008 قبل عشر سنوات كان هناك اختبار للصواريخ التي تجهلتها إدارة أوباما كليا لأنها في ذلك الوقت كانت تفاوض طبعا معاهدة ستارت مع روسيا وفي 2014 كانت هناك أيضا اختبارات أخرى من روسيا وقال المسؤولون الأمريكيون بأن روسيا انتهكت معاهدة 1987 ثم أعتقد بأننا انتقلنا من الاختبار إلى نشر الأسلحة وطبعا كان هناك رد من الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة ستبدأ بتطوير أسلحة للرد على هذه الصواريخ الروسية طبعا الولايات المتحدة ربما هي الجزء الوحيد في هذه المعاهدة التي تحترم هذه المعاهدة روسيا لا ترفض فقط العودة والاحترام هذه المعاهدة إنها طبعا قد استغلت وانتهكت بنشر هذه الصواريخ التي تغطي حوالي 3500 كيلو متر وهي انتهاك بكل تأكيد للاتفاقية الولايات المتحدة طبعا قالت هذا مرارا منذ 2014 حينما اتهمت مباشرة روسيا بانتهاكها للمعاهدة وقالت إن هذه مشكلة للولايات المتحدة وللنيتو لأن روسيا ترفض بأن تعترف بهذه الانتهاكات فعلى الولايات المتحدة أن تتطور صواريخ وأنظمة للردع في أوروبا والقضية الثانية هي القضية المتعلقة بنشر روسيا في المناطق الرئيسية مثل مثلا القرم حيث روسيا الآن ترسل صواريخ سكاندرز وحوالي 400 صاروخ حتى يكون هناك مثل الفقاعة وفي روسيا أيضا طبعا سينشرون نظام الـ 300 للدفاع وفي تركيا أيضا سيكون أو ستبيع لها طبعا الأس 300 إذن هذا بكل تأكيد يخلق صدعا مع الولايات المتحدة لأن هذا ينظر إليه بأنه يخلق مشكلة وطبعا في مناطق رئيسية ومهمة وخاصة في البحر الأسود وشرقي المتوسط هاتن القضيتان هما المهمتان ولذلك رأينا هذه الكلمات من السفيرة الأمريكية حاجسون سيدة إلينا الانتهاكات الروسية موثقة على ما تفضل به السيد دانيل المخاوف أيضا الغربية مشروعة هل سترسل روسيا مراقبين إلى هذه المنورات بعد دعوة سولنبرغ هل ربما سترصد أي مشاركة في هذه المنورات الأطخم هناك لوائح أكثر 150 طائرة 70 سفينة 10 ألاف مركبة برية ونحو 50 ألف جندي سيشاركون فيها وروسيا مدعوة للمشاركة بمراقبين أو بمندوبين روسيا لا تنتهك أولا معاهدة السواريخ متوسطة المدى أما هذه التهم هي تعبر عن وجهة نظر أمريكا وفي السابق روسيا وأمريكا استطاعت أن تتفق على كثير من الأمور في مجال الترساني استراتيجي على سبيل المثال الاتفاقيات مع براك أوباما وفي الماضي القريب روسيا استطاعت أن تتعاون مع أمريكا في كثير من الأمور أما الآن بعد تغيير الإدارة الأمريكية الأمور كأنها تغيرت أيضا أمريكا هي تبيعة أسلحتها وين ما تشاء وما بين مصدري الأسلحة أمريكان يحتلون مكانا أولا فهم على رأس القائمة في تصدير الأسلحة فعندما روسيا تقول أنها تريد أن تبيع منظومة S-400 أو S-300 لأي دولة ما أمريكا تبدأ أن تتحرك وتبتز هذه الدول مثل تركيا والهند وغيرها لكي لا تشتري هي الأسلحة من روسيا فهل مثل هذا السلوك يليق على دولة كبرى هناك تنافس هناك تعاون بعض الأحيان ولكن هل هذه الإملاءات الأمريكية هي معقولة بوجهة نظر العلاقات الدولية العادلة فليست روسيا فقط تشعر بذلك كما دول أخرى أيضا فبهذا السبب تركيا ما زالت تريد أن تشتري الأسلحة من روسيا والهند نفس الشيء طيب سيد دانيا لتكتيف الحلفاء الغربيين للويهات المتحدة الوجود العسكري إن كان حاميات في أوروبا الشرقية ودول البلطيق في سنوات الأخيرة تحديدا بعضا من روسيا شبه جزيرة القرم اليوم هذه المنورات تأتي تتويجا المنورات ونشر هذه الأعداد الكبيرة من القوات الأمريكية في النروج تحديدا التدريبات على ظروف مناخية الطائرات أيضا تتدرب في مناورات مستمرة هذا التوجه التصعيدي في سنوات الخمس الأخيرة وبعد هذه المواقف اليوم التصعيدية والحامية قد تنذر ربما بمواجهة قريبة أو بمواجهة محتملة لتنفيس هذا التصعيد وهذا الاحتقال لا أعتقد أنه سيكون هناك نزاع مباشر رغم الخطابات روسيا تعلم بأن الناتو هي منظمة دفاعية والقوات الأمريكية الآن الموجودة في النرويج بحوالي 350 من المارينز هم هناك فقط للدفاع وطبعا هذه المنورات هي كما قلت منورات دفاعية ليس هناك أي خطة لغزو أو أي تهديد لروسيا ولكن ربما يطرحون مشكلة بنسبة للكريملين لأن روسيا تريد أن تمزق حلف الناتو طبعا هذا جزء من السياسة الخارجية لروسيا بأن تمزق هذا الحلف وتخلق مشكلات بين دوله وطبعا كل الدول الأعضاء التسعة والعشرون تحاول أن تضعفهم وطبعا روسيا لا يمكنها الآن أن تهاجم أي دولة عضو لأن سيكون لديها مشكلة مع الناتو ككل هذه المنورات كما قلت هي منورات دفاعية ولكن لا أعتقد بأن القيادة الروسية ستختبر الحلف الناتو طبعا هم ربما سيواصلون هذه الحرب في أوكرانيا وفي روسيا عفوا في سوريا ويحاولون أن يضغطوا على الولايات المتحدة وعلى أوروبا ولكن لم يكن هناك نزاع مباشر وكما قلت هذه المناورات لن تؤدي إلى أي نزاع مباشر بين الطرفين طيب سيدة إلينا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا كانت طلبت من واشنطن في غضون ساعات تحديدا بعد تصريحات هاتشستن بإضاحات لم تحصل عليها بعد قالت من السهل جدا تدمير وتحتيم كل شيء لكن من الصعب جدا الإصلاح ما تم تدميره نحن ننتظر تفسيرات مع بدء المناورات ولم تحصل موسكو على أي رد من الولايات المتحدة لم تجبيني سابقا هل هناك احتمال لمشاركة مراقبين في هذه المناورات أم أننا سنشهد مزيد من التصعيد في الخطاب بالنسبة للمراقبين لم يتخذ قرار بعد ولكن روسيا لن تشارك في هذه المناورات ولا توجد هناك دعوة مواجهة لروسيا بهذا الشأن إلا بإرسال المراقبين فالمناورات هذه هي ستكون بالقرب من حدود روسيا وروسيا قلقة فالسباب واضحة جدا لأن كل هذه الأجواء مع كل هذه التصريحات هي مقلقة للغاية ولاحظوا الغربيون دائما الآن يقولون بأنه من يفعلونه هو فقط له طابع دفاعي فروسيا أيضا أجرت مناوراتها في الشرق الأدنى بشكل دفاعي وبأهداف دفاعية وبالتنسيق حتى مع دول غير مع مغوليا والصين فلماذا كانت كل هذه الضجة فليست روسيا تقترب من أمريكا الآن ولكن أمريكا يقتربون من حدود روسيا ويدعون أيضا أنظمة خاصة بالدرع الصاروخي في أوروبا فكل هذا أيضا مقلق بنسبة لروسيا وهم يتحدثون حول إمكانية انضمام أعضاء جدد لحلف ناتو مثل جورجيا وأوكرانيا في المستقبل وهذه الدول من الدول الاتحاد السوفيتي السابق وقريبة من روسيا جدا أكيد هذا يثير قلق شديد لدى روسيا ولكن ببرودة هذه العلاقة هي لم تكن دائمة ما بين روسيا والغرب وحتى ما بين روسيا وحلف ناتو في بداية الفينيات قد تشكل مجلس التعاون بين روسيا وحلف ناتو وروسيا كانت تعمل على تشكيل هذا المجلس بشكل نشط جدا روسيا كانت تريد وما زالت تريد مثل هذا التعاون وكان تعاون جيد جدا ما بين روسيا وناتو في أفغانستان فهذا يعني بأن التنسيق هو ممكن التعاون هو ممكن الكرة فقط الآن بمرمى دول الغرب وبمرمى أمريكا قبل كل شيء لأن أكثر شيء سيد دانير هل تعتقد أن هذا التنسيق لا يزال ممكنا بعد هذا الموقف لمندوبة ويات المتحدة للنيتو هاتسون وتهديدها بشن ضربة وامتلاك واشنطن معلومات بشأن الانتهاكات الأمريكية لمعاهدة عام سمعة وتمانين من فضلك الإجابة في أقل من دقيقة أعتقد بأن الخطوة الأولى هي بأن تخرج روسيا من جورجيا وأوكرانيا لأنهما قد غزوا هاتين الدولتين وطبعا هم لا يزالون يتصرفون بعدواني على الحدود النيتو كما أنهم يقتلون المعارضين الروس بالسم أعتقد بأن عليهم أن يغيروا سلوكهم قبل أن نتحدث عن أي تنسيق بين النيتو وروسيا وللأسف هذا كان مشكلة خلقتها روسيا ونأمل أن تبدأ روسيا بتحمل المسؤولية الخبير في الشؤون الأوروبية في مركز مارغر تاتشر للحرية دانيل كوتشيس كنت معنا مباشرة من واشنطن ومن بوسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية إلينا سوبولينا شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم